طيب كيف ينتقل يا دكتور؟ وهل هو سريع الانتشار أم لا؟ زي ما قلنا هو بينتقل عن طريق المياه الملوثة والغذاء اللي برضو ممكن يكون تلوث ببكتيريا اللي هي الكوليرا أو عن طريق بعض الحشرات اللي ممكن أنها تنقل البكتيريا دي إلى الغذاء لكنه مش معضي؟ هو معضي عن طريق إذا كان الشخص المصاب براز بتاعه يلوث الأكل بعد كده علشان كده أي واحد مصاب لازم أنه يغسل إيديه بشكل كويس وكل المخالطين للحالة المصابة لازم أنهم كمان يلتزموا بإجراءات غسيل الإيدين بشكل كويس بالمناسبة غسيل الإيدين إحنا بنسمعه دايما كتير قوي ووجد فعلا أنه غسيل الإيدين واحدة من أهم وسائل الوقاية من أمراض كتير يعني من الأمراض اللي ممكن تيجي عن طريق الفم أو تناول أطعامة ملوثة أو كمان عن طريق أمراض ممكن تيجي عن طريق جهاز تنفسي إذا حد بيتلامس مع أسطح ممكن أنها تكون عليها البكتيريا أو الفيروس المسبب للمرض ومش بيغسل إيده بشكل كويس برضو أي حد بيتناول الأكل لازم يغسل إيده قبل الأكل ويغسل إيده بعد الأكل وإذا دخل التولاد برضو يغسل إيديه وكل واحد بيعد الطعام لأشخاص يعني المفروض أنه هو يلتزم بغسيل الإيدين بشكل كويس الأكل المطهي يعني معمول في تسخن يعني أو تم غاليه لا ده لا ينقل المرض لكن الخضار والفكهة والأسماك النهيئة وكمان المحار لأنه في مثلا ولايات المتحدة حصل في وقت من الأوقات انتشار للكوليرا نتيجة أنه كانوا بيأكلوا الأسماك القشرية اللي كانت موجودة في خليج المكسيك وكانت هي سبب لانتقال البكتيريا الكوليرا طيب دكتور لو يعني حد بقى عنده دور من الأدوار اللي حرارك بتتكلم عليها قيء وإسهال وفقد للسوائل هل لازم يعمل تحليل عشان يقدر يحدد هي مجرد نازلة معوية عادية ولا كوليرا يعني هل نقدر نشخص الكوليرا في البيوت ولا لازم نكون توجهنا إلى المستشفى أو لمعمل تحليل للمعرفة إذا حد بيعاني من الأعراض بالمناسبة الأعراض بتظهر من 12 ساعة لغاية 5 أيام بعد تناول الوجبات اللي ممكن أنها تكون ملوثة ببكتيريا الكوليرا وإذا ظهرت علامات اللي هو الإسهال الشديد والقيق في الحالة دي لازم يتوجه بسرعة للمستشفى لتناول العلاج اللي لازم هنا بيبقى نوع من نقل المحليل سواء عن طريق الفم تعويض السوائل يعني تعويض للسوائل وكمان تضبيط الكيمويات والأملاح اللي موجودة في الجسم وعلشان كده بيبقى محلول معالجة الجفاف جزء مهم من العلاج لغاية ما يبدأ يعمل الفحوصات زي ما حضرتك قلتي بالضبط أنه الكوليرا واحد من الأمراض اللي بتسبب الإسهال والقيق الشديد والنزلات المعوية اللي بتسببها في بعض الأحيان بعض الفيروسات ممكن أنها تكون برضو بتسبب الجفاف وخاصة عند الأطفال فأي حد بيعاني من أعراض شديدة بالمستوى ده عليه أنه يتوجه للمستشفى لتلقي العلاج فأقرب فرصة علشان ما يحصلش فقد للسوائل ويحصل صدمة نتيجة هبوط الدم أو فشل الكلا نتيجة برضو نقص السوائل في الجزء تنمي